ايه يا جدعان عاملين ايه? للاسف ومن ساعة مع اسعار المبايلات رفعت فالدنيا تلغبطت كده في الترشيحات واللي كان عايز يشتري موبايل بتلات تلاف جنيه الموبايل ده بقى باربع تلاف واللي كان موبايلات اللي كانت في فئة الاربع تلاف بقت بخمس تلاف فاللي رايح دلوقتي يشتري ما بقاش عارف يشتري ايه ولا ايه ويعمل ايه ويروح فين ويجي منين والدنيا بازت خالص فعشان كده انا جاي لك في فيديو النهاردة عشان اقول لك تشتري ايه لو انت بتدور على موبايل في فئة الاربع تلاف جنيه ومش حبيب في الفيديو ده ارغي كتير في المقدمة ولكن في بداية الفيديو بتنساش بقى تعملين اللايك على الفيديو ده لان الفيديوهات دي بتاخد مني وقت ومجهود كبير جدا جدا فهو ما تتخيل ولو انت اقول مرة تشوفني فمتنساش بقى تشترك في القناة بتاعتي من تحت عشان يمصلك كل جديد اقول بول ويلا بينا نشوف ايه هو افضل موبايل تشتريه في فئة الاربع تالف جنيه في الفين اتنين وعشرين يلا بينا طيب واللي اول مرة يشوفني او ما يعرفنيش فاللي انا بعمله في فيديوهات الترشيحات كالتالي بنمسك كده كل شركة ونشوف ايه افضل موبايل عندها في الفئة دي ولو الموبايل ده يستحق هقولك انه يستحق لو ما يستحقش هنطلع الموبايل ده بالشركة برا الترشيحات خالص لحد ما نوصل صوى كده في النهاية لافضل موبايل في الفئة بالاضافة كمان لان في نهاية الفيديو هقولك رأيانا الشخصي لو انا مكانك كده ورايه هشتري موبايل في تالي اربعة تالف جنيه هشتري ايه وليه ولو بدأنا بقى لمسك الشركات واحدة واحدة فاحنا عندنا تلات شركات هيتلعوا برا الترشيحات خالص اول شركة هي شركة هواوي اللي للاسف بقت بدون خلاص خدمات جوجل حتى السنة دي وافين اتنين وعشرين معرفتش تتغلب على المشكلة دي فشركة هواوي من غير خدمات جوجل مع السلامة خالص برا الترشيحات لان كان في نهاية بعد ما بتصير الموبايل بتشتكي انه مفيش خدمات جوجل وعمل ايه ومش عامل ايه فعشان كده انا من رأيي بلاش خالص خالص هواوي ومع السلامة برا الترشيحات خالص تاني شركة وشركة اللي طبع الهواوي للأسف مفيش ليها اي موبايل يستاهل مفيش اصلا اي موبايل اللي هتحالم في السوق مفيش الاربع تلاف جنيه فشركة اونر حصالي هواوي كده ومع السلامة بقية عشان ما نضيعش وقت كتير ورقم تلاتة شركة نوكيا شركة نوكيا كانت بتخش ساعات ساعات كده معنا هي بتحاول تخش ترشيحات ولكن للاسف فقية الاربع تلاف جنيه ملاش اي موبايل يزكر ولا موبايل يستاهل في السوق المصري يستاهل انك تبص عليه حتى في شركة نوكيا للأسف مع السلامة برضه وبيعا عم انت جاي الفيديو تود تودع في الشركات كده وخلاص فين الموبايلات اقول لك الموبايلات جاية من دلوقتي ورابع شركة معنا هي شركة انفينيكس عيوة انفينيكس دخلها معنا في ترشيحات السناء دي بموبايل كويس نوعا ما لعشاق انفينيكس والموبايل ده هو الانفينيكس نوت 11 برو الموبايل ده مميزاته كالتاني اول حاجة جاي بالهليو جي ستة وتسعين وده معالج محترم قوي سواء في المهام اليومية او السوشيال والتصفح وفي الالعاب يعتبر كويس جدا ولكنه اقل من الشيء 95 بحاجات بسيطة ولكن يظل معالج ممتاز تاني حاجة عندك نزام صوتي في الموبايل هنا يعني الصوت بيطلع من فوق ومن تحت في الموبايل ده ثلاث حاجة بالتارج بيها خمسة تلاف ميلي امبير اور مع شاحن 33 واط رابعا الشاشة هنا جاينا بتردد مية وعشرين هرتز يعني سلاسة بقى وايه والنعومة كده في التصفح والتنقل هيكونوا ممتازين جدا معايا ولكن الحلو ما يكملش لان الموبايل ده فيه اربع عيو اول عيب الشاشة هنا اي بي اس مش اموليد ولكن لو مش فرع معاك فده يعتبر مش عيب ولكن طبعا لان انا في الاخر هنشوف موبايلات جاية بسوبر اموليد كمان فده يعتبر عيب في الفئة دي تاني عيب ما عندناش هنا كاميرا يعني ما فيش تصوير واسع تالت حاجة ما عندكش مايك تاني لعز الدوضاء يعني لو بتتكلم في مكان دوشة فالصوت للي بيسمعك مش هيكون قلطف حاجة رابع حاجة ما فيش هنا انفسي للي بيستخدمه انفسي ولا بيستخدماش ومعرفش ايه دي ففكة كتابيرها مش موجودة سعر الموبايل ده للنسخة ال 128 جيجا مساعة تخزين وتمانية جيجا بايت رام اربع تلاف ميتين وخمسين جنيه مصري الموبايل ده الصراحة كويس ومش وحش ولكنه ليس الافضل في الفئة دي لان في موبايلات هنشوفها بعد كده افضل ان الموبايل ده في حاجات كتير جدا جدا اهمهم الشاشة واستقرار السوفتوير اكتر من انفينيكس وهقدمه تجربة كاميرات افضل فانصحك تكامل مع الفيديو لو انت بتدور فعلا على افضل موبايل في الفئة دي مش عمس شركة حبيبتي الملايين شركة اوبو اللي دايما في كوية ترشيحات كده للأسف نفسي دخلها في ترشيحات وتنجح فيها ولكن للأسف الشركة بتقدم الموبايلات في الفئة دي يعني تعبانة خالص خالص يعني قلبت الدنيا شاركة موبايل في فئة الاربع تلاف جنيه يطلع لي في الاخر القبو الاي اربعة وسبعين المشكلة الموبايل ده مليانه عيوب اول عيب ما فيوش انفسي تاني عيب بسناب درجون ستمائة اتنين وستين وده الواحد وكفيل انه يطلعوا خالص برا الترشيحات معالج ضعيف جدا جدا ومش هيستحمل معك سنة سنة ونصف ولو انت تلعب فده مش هينفعك خالص تالت حاجة مفيش مايك تاني لعزة دوضاء رابع حاجة ما عندكش كاميرا اصلا قلت روايد والموبايل ده سعر بالمائة امين وعشرين جيجا وستة رام اربعة تلاف رممية جنيه مصري في الاسف شركة قبو في الفئة دي سيئة جدا انه مقدارش هرشح منها حاجة فقبو مع السلام سادسا شركة فيفو شركة فيفو المؤخرا بدأت تخش الترشيحات بموبايلات كويسة نوعا ما في الفئة دي عندنا هنا موبايل كويس نوعا ما الفي واحد وعشرين اي لو لقيته الموبايل ده بيتميز بالتالي اول حاجة سناب دراجون سبا وعشرين جي معالج محترم مستقر هيديك اداء زي الفئة تاني حاجة تقريبا ده يعتبر افضل كاميرا سيلفي موجودة في الفئة كاميرا سيلفي اربعة وعشرين ميجا بيكسل بتطلع صور ممتازة في ظروف اضاءة تالت حاجة عندك هنا شاش اقامولة بيتش دي ارتين بلاص فول اشانا محترمة جدا جدا وفيش في اي مشكلة رابع حاجة شاحن سريع تلاتة وتلاتين واط خامس حاجة مستقرر وسالس كده وجميل خالص ولكن عيوب الموبايل ده كتاية للأسف شاشة الموبايل ده ستين هرتز بس في ناس كتير مفيراش معا الكلام ده وانا واحد منهم عن نفس اللي بجي الموبايل بط في اصلا تسين هرتز ولكن عدم موجود تسين هرتز على اقل في الموبايل لازم نصنفه كعي تاني حاجة مفيش نفسي ولحد دلوقتي العيوب ممكن تعدي ولكن تلات حاجة البطارية هنا للأسف صغيرة قوي قوي واصغر بطارية معانا في الموبايلات كلها بطارية هنا اربعة تلاف ميلي امبير اور في 2022 خلاص بنا نشوف على اقل اربعة تلاف سبعمية اربعة تلاف وخمسمية لكن اربعة تلاف دي يعني خلاص عدد خالص من يجي سنتين تلاتة رابع حاجة السماعات هنا مونو سبيكر سماعات احدية الصوت بيطلع من جهة واحدة بس فالصوت هنا هيكون اوطى من كل المنافسين سعر الموبايل ده للنسخة الميتة وانتشين جيجا مساحة تخزين وتمانية رام حوالي اربعة تلاف سبعمية وخمسين جنيه مصري او اربعة تلاف وتميميت جنيه مصري الموبايل ده مرشعوش غير لواحد خلاص مش شايف غير فيفو قدامه غير كده لأ منصحش بموبايل ده على الاطلاق لان فيه الافضل منه بكتير كمان سابع شركة معانا وهي شركة سامسونج سامسونج وفيقة الاربعة تلاف جنيه مفيش غير موبايلين الام اتنين وتلاتين والات اتنين وتلاتين الام اتنين وتلاتين مميزاته كالتالي عندك شاشة سوبر اموليد وانت عارف شات سامسونج سوبر اموليد بتكون عاملة ازاي بالاضافة لان الشاشة دي بترده التسين هرتز فالشاشة هنا خرافية تاني حاجة كاميرا متوسطة نوعا ما اربعة وستين ميجابيكس اللي بتطلع اداء مقبول خالص سواء بالليل او الصبح تالت حاجة بطارية خمس تلاف ميلي امبير اور بتشحم بخدرة خمسة وعشرين واط ولكن عيوب الموبايل ده ايه بقى? اول حاجة البروسيسور بتاعه هليو جي تمانين وده يعتبر الاضعف بعد موبايل اوبو اللي نسا اللي لنا عليه. تاني حاجة الشحنة المرفق في عيبة الموبايل خمسة وعشرين بس مش خمسة وعشرين في اضطر تشتري الخمسة وعشرين على حسابك وده يعتبر عيب. الموبايل ده سعره النسخة المية تمانية وعشرين وستة رام اربعة تلاف اربمية جنيه مصري. للأسف عيب البروسيسور وصورة الشحن من العيوب السيئة في الموبايل ده واللي يخليك لازم تتدور على موبايل تاني في شركات تانية زي ما هنذكر في بقية الفيديو. ولو حبينا نتكلم على ايه تنين وتلاتين برضو من سامسونج فهو اعتبر الصورة تبقى الاصل معرفش اصلا نزلوه ليه هو هو الامة اتنين وتلاتين او الامة دي ما انصحش بيها الصراحة. تامن شركة معانا وهي شركة ريلمي. لو حتبنا موبايلات السنة دي فهي لحد وقت ما نزلتش حاجة عليها الايمة فئة الاربعة تلاف جنيه. ولكن لو عايز موبايل من فهقول لك دور على الريلمي ايت. النسخة الفور جي. شايفه موبايل ممتاز ويستحق الشارة الصراحة. وده ليه? الموبايل جاي ببروسيسور يعتبر الاقوى في الفئة دي هو الهيليو جي خمسة وتسعين. ومعالج نشيط جدا جدا وفي الالعاب هيكون زي الفل معاك. تاني حاجة عندنا شاشة سوبر امولد فشاشة ري او الوانها جميلة جدا. تالت حاجة الكاميرات في الموبايل ده كانت ممتازة سواء السيلفي او الخلفية. الاتنين كانوا بيطلعوا صور زي الفل. رابعا بطارية خمسة الاف مليا امبير اور وشاحن تلاتة وتلاتين وقت. فالموبايل ده بيديك توليفة اداء وشاشة وكاميرات وبطارية وشحن زي الفل. ولكن عيوبه تلات عيوب. لو مش فرق معاك تقدر تشتري الموبايل ده وانت بالطمئ. اول عيب مفيش انفسي. تاني عيب الصوت هنا مونو سبيكر مش استيريو سبيكر زي ما يزهر دانا موبايلات كمان شوية. تالت حاجة شاشة ستين هرتز بس مش ستين هرتز. لو مش فرق معاك التلات عيوب دول فانتقدر تشتري الموبايل ده بسعر اربعة تلاف وستمائة جيني مصري النسخة المية ٢٨ جيجا وثمانية رام. بص صراحة لو لقيت الموبايل ده بالسعر ده فالصراحة موبايل جميل جدا وفيش في اي مشكلة لو انت بتفضلش انك تشتري من شركة شاومي اللي لسه نقول عليها كمان شوية. ولكن لو ما عندكش مشكلة انك تبص على شاومي فشاومي تقريبا هي اللي بتقدم لنا افضل موبايلات في الفئة دي وده اللي هنفسره دلوقتي. بالحديث بقى عن شركة شاومي فاحنا عندنا تلات موبايلات. اول موبايل لو انت بتلعب جايل بالموبايل اللي بس. فانا هقول لك روح على طول البوكوكستري برو. سيبك بقى من اي ميزة او اي عب في الموبايل ده الموبايل ده جايب اقوى بروسيسور في الفئة دي كلها. سناب دراجون تبنمية وستين. ده يديك اداء جبار في الالعاب لمدة سنتين تلاتة او دات. طبعا ده بيعيبوا ان الكاميرا بتاعته مش احسن حاجة. كاميرا تعبانة جدا. تاني حاجة مش اموليد. شاشة الموبايل ده وكاميراته مش افضل حاجة. ولكن الموبايل ده موجه للجيمرز فقط. لو انت جيمر بص بتفحط الموبايل او منتاج او اي شغلة ايه على الموبايل. فلكن الموبايل ده روح حياته على طول ده احمر شغله والعاب. وسعره بيتراوح من اربعة تلاف وستتمية جنيه لخمس تلاف جنيه تقريبا من الموبايل ده. للنسخة ستة جيجة مع مية تامين وعشرين جيجة مساحة التخزين. ولكن غير كده وانت بتدرع على الموبايل يكون شبهة متكامل. فبص بقى الموبايل دول من شاون. عندنا الريدمي نوت 10 اس والريدمي نوت 11 اس. الريدمي نوت 10 اس جاي بالهليو جي خمسة وتسعين. معالج ناشط وزي ما قلنا من اقوى الموجودة في الفئة دي كلها. تاني حاجة كاميرا هنا متوسط اربعة وستين ميجابيكسل. مرضية جدا ولكن مش احسن حاجة. تلت حاجة شاشة هنا اموليد فل اتش دي بلس. ربع حاجة سماعات ستيريو. خامس حاجة بطارية خمس تلاف ميلا امبر اوار وشاحن تلاتة وتلاتين وقت. ولكن العيوب ما عندكش هنا انفسي والشاشة ستين هرتز بس مش تسعين هرتز ما بتدعبش التردد الاعلى. وسعر الموبايل ده للنسخة المية تمانية وشرين جيجا وستة رام حوالي ربعة تلاف ومية وخمسين جنيه مصري او ربعة تلاف ومتين جنيه مصري. والمية تمانية وشرين جيجا وتمانية رام حوالي ربعة تلاف ونص. ولكن الريدمي نوت بيتفوق عليه في كزا حاجة. اول حاجة الكاميرات. وده الفرق الرهيب بين الموبايلين. وتعريبا ده يعتبر افضل كاميرا في الفئة دي كلها. الموبايل ده جاب سنسور من سامسونج والاتش ام تو المية وتمانية ميجا بيكسل. هيطلع لك صور بالنهار او بالليل صور مليانة تفاصيل والوانها رائق او زي الفر. تاني حاجة البروستر بتاعه هيليو جي ستة وتسعين. يتفوق على جي خمسة وتسعين بتفوق حوالي تلاتة في المية واربعة في المية او خمسة في المية بالكتير في نقطة السي بي او الاداء بقى العام بتاع الجهاز. ولكن في نقطة العلعاب الجي خمسة وتسعين اقوة. انا بقول لك اقوة العلعاب. ولكن مش اقوة برضو بفرق كبير. فاريو حالي من خمسة لعشرة في المية. تالت حاجة عندك وطري خمس تلاف مليان بير اور وشعين تلاتة وتسعين وط برضو. رابع حاجة ستيريو سبيكرز. خمس حاجة شاشة هنا السوبر امولد وبترده تسعين هرتز. فالصراع عن رأيي شايف الريدمي نوت اليفن اس هو افضل من الريدمي نوت تن اس. وبالتالي شايفه تقريبا ده افضل موبايل تشتريه في فئة الاربعة تلاف جنيه. طيب سعره كامل موبايل ده. النسختين اللي في الفئة بتاعتنا اللي الاربعة وستين جيجا وستة رام باربعة تلاف ربعمية جنيه مصري. هو قابلة للزيادة الله اعلم بسبب ان الاسعار ممكن تغلى تاني. تاني حاجة ١٢٨ جيجا وستة رام باربعة تلاف وتسعمية جنيه مصري. فانا بقول لك اهو انا عن نفسي لو بضعر في موبايل فئة الاربعة تلاف جنيه يا اما هروح للبوكو اكستري برو لاني ساعات بالعب كتير بابجي. يا اما هروح للريدمي نوت اليفن اس وده هيقدم لي اكتر تجربة متكاملة في الفئة دي كلها. وبس كده. ده كان نقيت فيديو ترشيحات لافضل موبايل بسعر اربعة تلاف جنيه. قلت لك فيه رأيي والريدمي نوت اليفن اس ده افضل موبايل متكامل. مهم رأيك انت سيبولي في التعليقات شايف ايه من وجهة نظرك افضل موبايل في كل الموبايلات اللي قلناها دي. ومنساش بقى انت بتقفل فيديو بقى ايه تعمل لايك على الفيديو ده وتشترك في القناة بتاعتنا انت مش مشارك عشان يوصل لكل جديد اهو البول. انا عمر من قناة اوبي تيك. شوفكم فيديو جديد. سلام.